السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك الحبيبا عاملين ايه يا ربي دايما انت كونوا بألف خير النهاردة هي سنة تلتة معدنا ان شاء الله مع تكملة درس الممنوع من الصرف اخدنا الحصة اللي فاتت جزء من درس الممنوع من الصرف والجزء الكبر واخدنا الممنوع من الصرف العلة الوحيدة واخدنا الممنوع من الصرف العلتين طبعا كنا اسمناهم المرأة اللي فاتت على قسمين قسم اعلام وقسم صفات أخدنا الأعلام كلها وركزنا فيها وإن شاء الله مش هنعيد الكلام ده تاني اللي محتاج الجزء الأول إن شاء الله بإذن الله هحطت لكم اللينك بتاعه في تعليق مسبت في أول فيديو عشان يرجعوا ويشوفوا إن شاء الله النهاردة هندخل على الدرس مباشرة عشان الفيديو ما يطولش مننا ونكون عارفين إحنا عايزين إيه بالزبط الممنوع من الصرف زي ما أنا قلت لكم أخدنا المرة اللي فاتت الجزء منه هناخد النهاردة الممنوع من الصرف العلتين آآ الصفات قسم الصفات فقط طيب الممنوع من الصرف هناخد إيه الممنوع من الصرف لعلتين للعلة الأولى دي مش هنقل للعلة واحدة مش هنقوله تمام لإن زي ما أنا قلت لكم إحنا أخدناها الحصة اللي فاتت وأخدنا برضو الأعلام إحنا قسمناها المرة اللي فاتت لقسمين أنا هركز على الصفات ومش هركز على الأعلام قلنا الأعلام أو أعلام أعلام وصفات الأعلام قلنا إن كلمة أعلام ده هي دي العللة الأولى وكلمة صفات دي هي العللة الأولى وهنشوف بقى العللة التانية كانت إيه طبعا كده الأعلام قسمناها لست أقسام هنقولهم سريعا جدا جدا بدون أمثلة وبدون أي حاجة واللي عايزوا يرجع للدرس كانوا ست أقسام قلنا عالم مؤنس ومش هنتكلم في أي حاجة عالم على وزن الفعل عالم أعجمي حتى كمان مش بنقولها بالترتيب مش هنوضح أي حاجة كل ده موجود في الدرس السابق عشان خطر ايه الفيديو ما يتولش مننا عالم على وزن فعل عالم مركب تركيبا مزجيا كل ده احنا موضحينه في الفيديو وعالم بزيادة ألف ونون أو عالم ينتهي بألف ونون زائدتين تمام كده؟ أو مع زيادة الألف والإيه والنون كل دول وبالأمثلة بتاعتهم موجودين في الدرس السابق لو أنتوا حابين أنتوا ترجعوا لهم طبعا عالم كلمة عالم دي كلها هي ده العلة الأولى احنا قلنا كلمة عالم دي معناها دي العلة الأولى العلة التانية أنه هو مؤنس العلة التانية أنه هو على الوزن الفعل العلة التانية أنه هو أعجمي العلة التانية أنه هو على وزن فعل العلة التانية أنه مركب تركيبا مزجيا العلة التانية أنه مزيد بالألف والإيه والنون تمام كده؟ مش هنتكلم خالص هنا بأي كلام احنا هندخل مباشرة على الصفات عشان ما نطولش عليكم إيه الفيديو سنة تالتة وابقوا رجعوا للفيديو ده. الصفات هي اربع اقسام بس مش ستة. هم اربع اقسام وخلوا بالكم ان الصفات دي من اللي بتيجي في الامتحان بكثرة. وخصوصا اللي على وزن افعال. كل ده هنعرفه دلوقتي. اول حاجة اول واحدة من الصفات. واحد. ركز كده كويس جدا جدا. الصفة طبعا اول حاجة العلة الاولى ان هي الصفة. الصفة على وزن. فعلان. بصوا كده. فعلان. التي مؤنسها. على وزن. فعلة. مثل. يعني الصفة على وزن فعلة. والمؤنس بتاعها بيكون على وزن فعلة. مثل ايه يا مس? تعالوا نشوف بقى هي دي اللي هتوضح لي بقى. مثل ضمآن. مؤنسها ضمآن. يبقى مثل ضمآن. ضمآن هنا يا ولاد الف ممدودة. ضمآن. آآ ضمآن يا ولاد على وزن فعلان. ضمآن دي آلف ممدودة بالألف. ضمآن على وزن ايه آآ فعلان. اللي مؤنسها ضمآن على آآ فعلة على وزن ايه زمآن. تمام كده? آآ زي عطشان عطشة. زي جوعان. جوعان. تمام كده يا ولاد جميل جدا. دي مش بتجي كتير يعني. تعالوا ندخل على تاني واحدة. تاني واحدة دي بقى اللي بتجي كتير. اللي هي الصفة على وزن افعل. اللي احنا بنقول عليها يا ولاد واخدناها السنة اللي فاتت من المشتقات. افعل التفضيل. زي احسن. ودي بتجي في الامتحان كتير جدا. يعني غالبا كده هيقول لك استخرج من القطعة آآ ممنوع اسمها من الصرف. هتلاقي اكيد. يعني بنسبة تمانين في المية هتلاقي افعل التفضيل دي. احسن. اروع. افضل. اجمل. اعظم. اي افعل. صدقني هتلاقي دي اكيد اكيد في القطعة. تمام كده? يعني دي من الحاجات اللي بتيجي كتير جدا جدا جدا. وكمان صيغة منتهى الجمهور. زيها برضو يا ولاد. السود. وابيض. طيب. تلاتة. كذلك يا سنة تالتة الصفة. على وزن فعل. فاكرين العلم برضو على وزن فعل? الفاكرين العلم على وزن فعل زي عمر واجحة وقزح وزحل. بالضبط برضو في صفة على وزن فعل. نفس الحكاية. مثل يا ولاد اخر. مسلا. مثل اخر. اللي هي يا ولاد جمع كلمة اخرى. وزي اول. اللي هي جمع كلمة اولى. تمام كده? اربعة الصفة على وزن فعال فعال او مفعل. ركزوا في الحركات كويس جدا. انا بدا طلبوا حاجة على وزن يبقى لازم امشي على الوزن بالضبط. الصفة على وزن فعال او مفعل. ودي اولاد تخص الاعداد. الاعداد. اللي هي من واحد لعشرة. زي ايه? زي احاد. مثل يعني احاد. وثناء. وثلاث. ورباع. كذلك مسناء. اللي هي مفعل. وموحد. ومثلس. ومربع. دي بتخص يا ولاد الايه? الاعداد. احاد. طبعا اه مسناء وثلاثة ورباع. كل الرجالة حفظيني الحتة دي مسناء اللي هي على وزن مفعل. وآآ ثلاث ورباع اللي هي على وزن ايه? على وزن فعال. طبعا الاشهر هنا احاد وثلاث ورباع. وطبعا في مفعل اللي هي كلمة مسناء. ولكن ممكن نقص عليها ايه? كل الاعداد زي ما احنا شايفين كده. يبقى الصفة على وزن فعال ومفعل زي الاعداد. آآ من واحد لعشرة. زي ما احنا شايفين كده. بس كده هم بس اربع صفات. هم بس اربع صفات. آآ صفة على وزن فعالين. زي ما احنا شايفين هم الناس على وزن فعالة. زي زي مقان وزمق اوقسوا عليها كل الصفات اللي شبهها. الصفة على وزن افعل. وقلتلكم دي من اكتر الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. الصفة على وزن فعل. دي ما بجيش كتير يعني. والصفة على وزن فعال او ما فعل زي ما احنا شايفين كده وبرده وديم يبجيش كتير بكده يكون احنا خلصنا درس الممنوع من الصرف زي ما اتفقنا سنة تالتة وقلنا ان الممنوع من الصرف اسم عادي خالص من الاسماء لا ينون ما فيش اعراف في الدنيا اسمه اعرب ده ممنوع من الصرف ولكن الممنوع من الصرف ليه حلقة اعربية وحيدة اللي لازم نركز فيها كويس جدا جدا احنا عرفنا ان هو اسم لا ينون دي حاجة عادية ولكن هو اذا جاء نكرة اذا جاء نكرة يجرب بالفتحة نيابة عن الكسرة اذا جاء نكرة يعني لهو معرف بالالف ولا مضاف الى معرف بالالف ولا جاي نكرة خالص كده فيجرب الفتحة نيابة عن الكسرة ولكن بيرفع بالضم عادي جدا جدا وبينصب بالفتحة برضو عادي جدا هي بس بيختلف في حالة الجر فقط يجرب الفتحة هو الاسم الوحيد الذي يجرب الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فده احنا ندرس الممنوع من الصرف بس عشان خاطر لما يجينا مجرور نعرف يا طره هو مجرور بالفتحة ولا مجرور بالكسرة وخلوا بالكم من الأسئلة المشهورة في الممنوع من الصرف يا سنة ثالثة إنه يديني كلمة ويقول لي من الأسماء يعني الممنوع من الصرف ويقول لي ضعها في جملة بحيث تكون مرة مجرورة بالفتح ومرة أخرى مجرورة بالكسر فلازم نعرف إمتى بتجرب الفتح وإمتى بتجرب الكسر كل ده هنرجع للفيديو اللي فات عشان نعرفه عشان ما نكررش الفيديو وما يكبرش مننا لأن الفيسبوك للأسف ما بيعتمدش الفيديو الطويل عشان كده أنا بقيت بأثر في الفيديو على قد ما أقدر أرجو يا سنة ثالثة إنه يكونوا استفدتوا وإن شاء الله بإذن الله بعد كده هننزل قطعة مراجعة شاملة من قطعة نحو الامتحانات وهنحل مع بعض كده كمراجعة على النحو كله أرجو يا سنة ثالثة إنه يكونوا استفدتوا وياريت الله يعجبوا الفيديو يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر